رئيس الجمهورية النهاردة كان موجود في السودان رجع بالفعل بعد الزيارة اللي كانت لمدة ساعات كان فيه لقاء أو قمة تمت ما بين الرئيسين ما بين الرئيس المصري ورئيس السوداني وخلال القمة أو خلال الساعات الزيارة دي كان فيه عدد من الاتفاقيات اللي تم توقع عايز أقول لحراركم سريعا جدا طبعا ده ملخص كلمة رئيس الجمهورية النهاردة وأنا هحط قدام حضراتكم شريط من الأحداث موزيق البرنامج ده من حوالي 8 أو 9 شهور كنا كوسائل إعلام لو كتبتم على الإنترنت لو كتبتم على جوجل مصر والسودان كان من 8 أو 9 شهور هتبقى كل النتائج تطلع قدامكم بشكل سلبي بتتكلم عن أزمة بتتكلم عن خلاف واضح إنه حصل مجهود كبير في خلال الشهور اللي فاتت في شكل مختلف من هذه العلاقات حصل إنه بقى فيه آلية مستديمة ومستمرة بتنعقد علشان تتابع كل الموضوعات بعيدا عن كلمة ذات الاهتمام المشترك اللي هي الكلمة التقليدية يعني في الإعلام التقليدي برضو إلا إنه النهاردة إحنا بنتكلم على مستوى تاني على مستوى العلاقات اللي إحنا نعرفها ما بين مصر والسودان ولازم أقول لحضراتكم هنا المقارنة إزاي يعني ليه حبيت أقول المقارنة دي لأننا نتكلم عن عدد من الأمور المحددة الخاصة بالبلدين الخاصة بكيفية التعامل ما بين حكومتين البلدين وتأثيرا على الناس سواء كانوا في الخرطوم ومدن السودان أو كانوا في القاهرة ومحافظات مصر مشروع ربط الكهربائي ده تم النهاردة التوقيع عليه بدأ بالفعل تنفيذ مشروع ربط الكهربائي مفترض أنه حيتطور أكتر في ربط السكك الحديدية وكنا لسه بنتكلم مع نائب وزير النقل أول مبارح تحديدا على الخط ده الخط ده المفروض أنه هتبدأ أولى مراحل بحثه ودراسته وبعد كده طبعا تنفيذه تم النهاردة انضاء أو توقيع 12 مذكرة تفاهم لكن كمان في حاجتين أنه الجانب السوداني النهاردة أعلن عن رفع الحظر عن عدد من البضائع المصرية عن الغذاء المصري وكمان كان فيه كلام عن الحريات الأربع وهي الحريات الخاصة بالخروج والدخول والتملك والانتقال كلها برضو كانت أمور معطلة من فترة طويلة ترجمة نانسي قنقر